اليوم سنبدأ درس مهم الدرس سريعا يتكلم عن تشريح الجسم جسم المرأة و جسم الرجل طبعا يقولك حرام يا رجل يا رجل حرام يا عم حرام ماشي بس انا عايز اتعلم لان انا لو كلية طب هتفدني لو انا نحات هتفدني لو انا عايز زرسم تفاصيل معلش يعني في الكلام لو انا عايز ارسم تفاصيل لبعض الوردرات وفيها مثلا بنت او فيها الكلام ده كله وفيه مثلا لابسة شيرت لابسة جاكت لابسة فيه تفاصيل معينة لازم تترسم لان فيه تسليل فيه كرماشة قماش لازم ازبطها ناخد كل جزئية يا عم لما كل اللي محتاجوا انك تحط بس كوبهيت القهوة كده ايوه ما تبصريش كده وحط كوبهيتنا وحط اللي سكيتشي قدامك وإلمة الجهزة اهو الإلمة هي والأستيكة هي مش عايزين اكتر من كده وتعلم واحنا مع بعض هناخد كل كبيرة وصغيرة انا بس مش عايز حاجة مننا غير حاجة واحدة ادعمني او بلاش ادعمني دي عشان انا من السعيد ادعمني وان شاء الله هتشوفه الكل جديد ويلا بينا ايه على الفيديو هنبدأ الجسم التشريح وهو بتاع الرجل اول حاجة هما الاتنين شبه بعض ان كان رجل او امرأة فالتفاصيل الاساسيات هما شبه بعض دلوقات انا هعمل ايه؟ انا هعمل مثلث تمام؟ هعمل مثلث بس مقلوب تمام؟ هعمل نقطة هنا حل؟ طيب ايه تاني؟ تاني حاجة بعد ما نعمل المثلث اروح اعمل كده كورة لما اخذك انها رأس خروف تمام؟ طيب بعد كده اروح واخدها كده امش بكلف كده شفتوا انتو القسين بس مقلوبين عن بعض زعلانين يعني يعني هما مش طيين بعض اصلا تمام؟ ماء تمام؟ وهقف هعمل كده وهعمل ايه؟ كده واقفنا لغات هنا اهو تمام حلو النقطة دي السرة او النقطة دي هي النقطة دي السرة طيب الجزئية اللي انا عملتها كل ده انا اللي عملته ده ايه؟ اسمه ايه؟ اولا ده منطقة السيكس باكس يعني انا هعمل كده خط اهو خط في النص اهو خط هيروح كده وهيقابل ده ده دوران وخط وخط كده حل؟ طيب حاجة تاني يبقى انا عندي نقطة هنا ونقطة هنا يبقى دي منطقة ايه؟ منطقة السدر تمام؟ يبقى انا خطها بطريق او شكل بسيط جدا يبقى انا زي كانوا واحد بصص لتحت كأنها عيون وبصين لتحت طيب ده عضن زي ما يقوله الرقبة ما بين الرقبة وما بين الكتاف وده منطقة السيكس باكس حلو الكلام؟ طيب يبقى انا خطها هكده وزبطها بطلع بدي كده لغات ما قابل الرقبة اهو تمام؟ تمام يا شباب؟ يبقى انا عملت جزئية ايه؟ جزئة الرقبة في الكتاف تمام؟ بعد كده باخدها خط كده وخط كده ودايرة هنا صغيرة اصغر اصغر من دايرة دي كده مثلا وكده ايه؟ خلاص نعد على الكلام بقى ونمشي يبقى انا اعمل بقى دراع بصو بقى بطريق مبسط جدا اهو كده ما اخدهاش خط وامشي لا كده لو كله شايف اهو كده وكده وكده اهو انا هقابل دايرة تان صغيرة اهي كده وكده طبعا الايد دي اهو مع الوقت هناخدها يعني انا عايز اديكم ايه؟ مع الوقت هناخد الكلام دا كله يبقى نفس الكلام هنا هنا اهو بقابل بقى الايد الصغيرة دي وهي وهي تمام يبقى انا عملت الايه؟ الحاكتين دول الدراعات طب يا عم انت وقفت الوقت هنا مش هستكمل لا هكمل لك عم يبقى انا هعمل دايرة هنا ودايرة هنا طبعا هقفل دي كده وهعمل دايرة خط كده وخط كده ودايرة صغيرة ودايرة صغيرة وهعمل خط كده وخط كده ودايرة صغيرة من الجناب مش في النص هكملها كده وكده بصوا اهو كده معايا يبقى انا اخدت الخط وملت شوية على الناحية دي طيب بعد كده هاخد خط كده وكده دي منطقة سمانة طيب دي ايه الفاخدة يبقى دي منطقة دي كلها الفاخدة دي منطقة ايه السمانة زي ما قلنا وده الكعب وباخدها كده كده يبقى اقف هنا حل يبقى القدم يبقى عندي الفاخدة طبعا دي عندنا الايه الرجبة دي الجزئية دي الرجبة طبعا هي مش يعني هنزبطها مع بعض لما نيجي نظلل هنزبطها وكل تفاصيلها في التزليل يبقى عندي الكعب القدم السمانة اه جزئية دي بتاعتنا السمانة اه الفاخدة الوراك يعني يعني قريبة من الوراك قوي السيكس باكس وعندي ده السدر اه وده المنطقة دي المنطقة دي السدر السيكس باكس طبعا دي منطقة البطن يعني تمام وهد الرقبة عندنا اه نفس الكلام انا بننفذ نفس الكلام هنا نفس الكلام اه عشان ما نكونش بخلنا عليكم بمعلومة تمام يبقى عندي ده ايه وده ايه يبقى ده منطقة الدراع كلها الكوع السرة لما باجي اعمل مسلس بنهيها بنقطفها دي بتبقى النقطة السرة محدش يغلط ويروح اعمل المسلس بطريقة تانية خالص يخليها كطويلة اوي الصغيرة خالص لا خليها متساوية مظبوط تمام ده اللي كان شرح الراجل طيب تعالوا هنمسح حاجات بسيطة جدا هنمسح الدراعات اه تمام طيب ايه اللي في المرأة اللي في المرأة ان انا بصغر اليدين شوية بخليها شتخينة اوي كده اهو برجع اهو يا جماعة بابدأ اخلي اليد صغيرة اهو 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 اهي اليد صغيرة غير التانية طبعا الرجل نركز كده نركز كده الرجل طبعا بتبقى فيه كيرف عند البنات اه في الفاخدة اعلى شوية اهو اهو يا شوية تمام يبقى النقطة ايه وطبعا انا بداية الدائرة دي اصغر شوية تمام طبعا انا نفزها هنا ايه يبقى انا نفز ايه القدم او الرجل بتاع المرأة طيب هنا انا عايز امسح المنطقة دي زي ما هو المسلس همسح القوسين شوية يبقى القوس عندي ميل بكيرف حلو كده اهو ميل بكيرف حلو وعندي السدر طبعا السدر هنا هيبقى متزلل بطرق معينة وده هناخده ده هناخده انا بدي الاساسيات وهنرجع هندي تزليلها طبعا انا بعمل كده يا شباب وكده وده النقطة ايه وده النقطة ايه وطبعا ده مع التزليل بيبان كل حاجة بعد ما عملت النقطتين بامسح الجزئية دي تمام اهو طبعا المرأة بيبقى عندها سكس باكس بردو عادي بيبقى بسيط يعني اهو تمام وامسح ونظف الورقة معا تمام يا شباب يبقى انا عملت الايه ده ايه هايزكوا تننفذوها اللي من ناحية دي ونننفذوها كلها صح تمام هايزين نشتغل مع بعض صح يبقى انا جمعتلك الرجل والمرأة بطرق بسيطة جدا تمام بإذن ربنا